مساء الخير ومساء البهجة والسعادة منذ الحرب العالمية التانية وتأثيرها الكوني على البشرية لم تؤثر حرب فرعية أو متوسطة أو إقليمية على الأمن والسلام والغزاء العالمي سوى الحرب الروسية أو الأوكرانية 23 فبراير سنة مرت سنة كبيسة بكل المقيس تقريبا العالم يعاني ويلات هذه الحرب بعيدا عنها أو قريبا منها الحقيقي لا أجد على الإطلاق من يستطيع أن يفك هذا اللغز ويحلله ويفكفكه ويوصله للناس بسهولة دايما يتسأله الحرب دي هتقلص إمتى إلا الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي أهلا بك أهلا بك قبل من الخش مباشرة كان رئيس زيلي نسكي على الهاتف مع الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مفجأة بصراحة طبعا مفجأة اتوقف الكلام صحيح فبالتالي كلنا عانينا وحنتكلم عنها بالتفصيل فالمهم طبعا أمريكا ضغطت وعلى جانتبان العالم دي روسيا اللي عامنا بمشاكل كلها فروسيا اتفقت مع أوكرانيا من خلال وساطة تركية تركية تحت شعار أم المتحدة هنعمله ممر قامل مظبوط وكل تلات طول شو ليتجدد من أسبوعين بوتين قال أنا مش هجدد اتفيت الحبوب اتفيت الحبوب في مارس في مارس اه في مارس يعني بعد أسبوع بعد أسبوع أسبوعين نوص مارس طيب فزكاء النهاردة سلزينكي انه يتكلم سيد رايس ليه لانه عارف انه له علاقة طيبة ببوتين لوحد وان مصر تبقى من أكتر الدول المتطررة زي ما حنتشوف بعد شوية صعيد هي التالت أكبر مستورة مستورة فبالتالي المكالمة النهاردة معمولة بزكاء من سلزينكي ليه لان النهاردة حنتشوف بعد شوية برضو أوكرانيا خسركية جدا أكتر واحد خسران في العالم في هذه الحرب هي أوكرانيا المحصول بتاع الأمح بيطلع لأيام دي شهر الجاي جديد زائد المحصول بتاع السنة الفاتح السبواء ما تباعدش نسبة كبيرة اه فبالتالي هيبقى عنده محصولين موجودين فمكالمة للسادة الرئيس النهاردة أعتقد لها مغزى مختلف تماما سيبنا من اللي بيتقال إنما طبعا أنه هو يكلم السادة الرئيس الفتاح السيسي الوحيد في العالم كله فلأنه هو علاقته طيبة بروسيا فبالتالي نرجع اتفاقية المرور بتاع إزاي إزاي مصر قادرها في هذا الظرف اللي استقطابي بقى أنت العمعية لضدي إزاي تستطيع أن تقل في هذا الموقف العادل المعتدل تارف في ناس كتير تقف تسألني الله يا روسيا مش زعلنا مننا إن إحنا بنصدر غاز لأوروبا وهي دي الشطارة إنك فوسط الأمواج وأنا زي بقولك بيكلمه عشان قطر اللي تفاحت الجدد كمان إسبوعين مغزى الاتصال ده هنجده في هذا الاستعراض المهم إن شاء الله وإحنا سنة من العمليات الحربية التي لا تنقطع وسائل إعلام الغربية ترى أن أوكرانيا تهزم روسيا وسائل إعلام روسية وحلفائها يروا أن الاجتياح تم وأن دي كلها جيوب وأن أوكرانيا تقريبا على حفة الهاوية الإعلام الأمريكي طبعا مسيطر أكتر وبالتالي الرؤية الأمريكية في هذه الحرب شبه سائدة شوية عشان كده السؤال المحواري لا مش كان يخلص في ثلاثة شهر هو متأخر ليه خلينا نروح للحرب الروسية الأوكرانية بعد عام خلي بالكو من يتحدث يعرف تفاصيل ربما لا ترد على لسان خبير أخر تضري فتر بص يا حمد بقى أنا سنة الحرب دي إحنا كعسكريين أو كخبار استراتيجيين بنصنفها كالقادي حرب محدودة تمام تقليدية تقليدية يعني هي محدودة يعني بين دولتين مزبوط روسيا وأوكرانيا محدودة العالمية تبقى من كتير فهي حرب محدودة تقليدية إنها مدفع لمدفع دبابة لدبابة مش نووية لكن رغب إنها محدودة وتقليدية إنما تأثيرها عالمي يعني مش حرب عالمية إنما ما فيش حد في العالم من المتين واربعة دولة في الأمم المتحدة إلا ما تأثر بهذه الحرب تعالى بقى إيه نشوف الحرب دي ناخد الأمور من البداية عشان السادة الماشيني يبقوا معنا في الصورة اللي جاية الصورة اللي جاية قدامنا هي أوكرانيا باللون الأصفر روسيا باللون الأحمر وعندنا تحت كده شبه جزيرة القرم باللون البرتقاني أوكرانيا وروسيا كانوا في العقود السابقة دولة واحدة اتحاد سوفيت خلال الفترة دي راح خرشوف راح مدي شيء بجزيرة القرم اللي تعطي ده ادها من روسيا ادها المين لأوكرانيا هي بتاعت مين روسيا ادها لأوكرانيا بس هي دولة واحدة خلاص أولي التسعينات الاتحاد سوفيت تتفكت فأطبحت اوكرانيا دولة مستقلة روسيا بيلا روسيا فوق بولندا كل دي دولة مستقلة 2014 روسيا راح تهجمة واخدى شبه جزيرة القرم اللي تحت استرداد شبه جزيرة القرم اه بعملية عسكرية طبعا امريكا وكل اوروبا لك لا دي دولة هجمت على دولة ورحوا فرضين عقوبات على روسيا من 2014 و14 الفترة اللي فاتت السنة اللي فاتت جات اوكرانيا اعلنت انها هتنضم الحلف الناتو بلون الاصفر فالنهار ده روسيا جاءت بلون الاحمر لقيت ان اوكرانيا اللي على حدودها هي ممكن في لحظة يبقى فيها 28 قوة عسكرية لدولة حلف الناتو 28 دولة لحد النهار ده فاذا اوكرانيا هتلاقي عليها 28 دولة قوة عسكرية وده استراتيجيا غير مقبول تهديد صريح للامن القوم الروسي فبالتالي بدأت روسيا تقول يا اوكرانيا لا من فضلكم ما تخشوش حلف الناتو طبعا امريكا عايزة اوكرانيا تخش الناتو لان طبعا على حدودها خلاص لازق في روسيا عايزة حدود مباشرة وحلف الناتو فشجعوا اوكرانيا لما حصل هذا الكلام واصرت بدأت روسيا تقالك ما فيش غير الحشد صورة اللي التانية الحشود الروسية على اوكرانيا الصورة دي ميستنين خلاص اي حد يشوف الصورة دي والحشود الروسية هنا لو جبت الظابط صغير لسه متعلم من كنتك الحرب يحسب لك ده 120 دبابة اذا ده لوا مدرع اذا ده هجوم في هذا التوقيت روسيا قالت انا هو حاجم الاوى على كده كان اول مرة بقى بوتين يهدد بالنووية ما هددتش قالك ايه وقائد القوة النووية الروسية ارفع درجة تستعدادك ده كان كله ده زي تهديد للجماعة احنا حمدك عسكرين لما تيجي حرب زي دي تتم بنحلل تحللنا اساسا بيبقى حاجة اسمها مقارنة الكوات ضبوط وكلنا بندرسها سواء هنا او هنا انا درس في انجلترا ودرس في اللي هو العقيدة الغربي ودرس في مصر العقيدة الشارعية فعشان تدرس تقول مين حيجم مين حيكسب بقارنة الكوات هنشوفوا الصورة التانية الصورة التانية بتقول لنا القوات اللي موجودة في كل دولة تيجي على روسيا نمرة تاني دولة عسكرية في العالم اوكرانيا الدولة 25 روسيا ميزانية الدفاع 42 مليار اوكرانيا 9 مليار الجيش الروسي مليون طبعا ده ايامها دلولة تبع مليون ونص ايامها مليون اوكرانيا ربع مليون الطيرات 4000 المقاتلات 7000 واوكرانيا 42 مفيش وجه اذا نكون لنا في هذا التوقيت يا حمدي قلنا العملية لصالح مين روسيا وكل المراكز الدراسات والقادة قلنا ان هذه العملية لن تأخذ 3-4 شوق كان الخلاف حوالينا مساحة الوقت يعني الزمن بس كلنا بما فيهم أنا وكل مراكز الدراسات والشرياء قالك وحتى متنسى ما قالك عملية خاصة هيخش يا خبر وخلاص انتهت شوف الفرقة دي بين القوات خلاص الى ان بدأت العملية يوم 24 فبراير سنة الفن شوف الصورة التانية الهجوم تم ازاي الهجوم تم من اربع محاول محور تحت من شبه جزيرة القرب التمام في اتجاه خرسون المحور التاني لوجانسك المحور التالت خريف المحور الرابع في اتجاه كيف العاصمة الروس في الحرب ده كل دولة ما بتخش حرب بنعمل استفادة بنستفيد يعني حرب تاتة وسبعين خلصناها احنا غيرنا خمس نافئين في العالم عمال طبعا الحرب دي عادة نستنى ايه اللي هيحصل فيها الروس عملون حاجة واحدة بس جديدة وحاجة تانية وحشة ايه الجديدة اي حرب في العالم بتبدأ بدربة جوية اه تمهيد تمهيد الدربة جوية هي في الاول يعني تعال احنا في ستة وخمسين الاول الانجليز الفرنسيين ضربونا جوية سبعة وستين الاسرائيليين ستة وسبعين احنا ضرب ضربة جوية العراق تحريح العراق ضربوا ضربة جوية المرات الروس ما ضربوش ضربة جوية ضربوا ضربة ساروخية ساروخية ده الجديد جديدة احنا خلاص هنكلنا عن غير تايتكاتنا للروس بقالهم عشرين سنة بيتطوروا السواريخ بتاعتهم وحقيق اعملوا طفرة في السواريخ مرعبة طب ليه الطيارة النادر اللي بتطلع الدربة الجوية الفنت الف 16 تمانها 100 مليون السخوي اللي زيها الروسي اه تمانها 80-90 مليون فانت بتطلع بتطلع بطيارة تمانها 100 مليون طيار بقاله بتدرب اربعة في الكلية الجوية وسنتين عالطيارة 6 سنين عايز مطارات عايز رادارات كل ده بتعمله بساروخ فاني اوفر بالطيارة اللي تمانها 100 مليون ولا الساروخ 8 مليون او 2 الساروخ طبعا الساروخ طبعا فبالتالي المرة دي كانت مفاجأة لنا ان الروس قدمونا فكرة عسكري جديد كلنا العغربي والشرقي هنتابعوا في الفترة اللي جاي الروس لما طوروا السواريخ في العشر سنين اللي فاتت أو عشرين سنة ما طوروش الطيارات المسائرة بدون طيار فاضطروا ياخدوا طيارات من ايران من ايران فبالتالي الفترة اللي جاي الروس هيتطوروا المسائرة بدون طيار وبدأ الفكرة الجديدة يطلع في العالم كله ان احنا هنستغل الطيارة المسائرة بدون طيار ودي قصة طويلة لان الطيارة بتطيارها من فوق سطح بيت من فوق عربية 8000 دولارات وبتطلع نفس الكلام دي قصة طويلة فدي كانت البداية نرجع تاني للصورة اللي هي فيها الاربع اتجاهات استراتيجية الروس في اول عشر تيام يا حمدي ضربوا ضربة رهيبة بالسواريخ انت فاهم عملوا ضمروا البنية الاساسية بالكامل لاوكرانيا وحنشوف زيارة طبعا جو بايد الاسبوع اللي فات ما قدرش نروح بطيارة تلعب قطر ضمروا جميع القواعد الجوية الاوكرانية المطارات الدفاع الجوية مراكز القيادة تعبوا يا رئيسي محطات الكهرباء محطات الماء كله لكن في العشر تيام البنية الاساسية العسكرية المحطات الكهرباء دلوقتي احنا في الشرق اضع على كل الكلام ده واصبحت السماء الاوكرانية مباحة لهروس بدأت الروس الهجوم البري لما الاوكرانيين برضه شطار يعني ما هو ناس متعلمين كانوا محتاجين هجوم بري مين ما لازم خذ جوم بري عشان يخش يستولي ما انت عاد تستولي على ما الاول كان عاوز يخش كييف كييف كانت الفكرة ان تستولي على العاصمة بيسقط النظام الاوكرانيين شطار وهو اتكلم عن حكومة ماء حكومة بديلة بديلة لها اياما فبدأت الاوكرانيين يحربوا حروب المدن ايوة الشوارع الشوارع اسوأ حاجة لنا كعسكريين في التكتيكات حروب المدن ايوة الجيوش النظامية عندها مشكلة مع الحياة مشكلة مع المدن احنا بنسمي المدن مقبرة الجيوش مثال مصر هنروح فين في 24 اكتوبر 73 اسرائيل بجلالة ادراها دخلت السويس حيل 40 السويس عجزت الدبابات وقفت الاسرائيلية مدمرة ما دخلتش عجزت اخلاص حرب المدن مأساة بالنسبة لأي جيش نظام دخلت بقى جيش عايز يخش القاهرة وش فين ولا اسكندرية ولا برق ما تبقى صعبة إلا بقى طبعا عندنا حاجة اسمها سياسة في الأرض المحروقة تدمر الدنيا كلها فبالتالي حاول يخشوا كيف في الأول شهر وقفة العملية فهناك من نصح بوتين كلام ده النهار ده كله بتعرف قالوا له انت عايز توقع كيف ليه طب ده هنس اسلزينكي ده راجل منتخب انت لو عايز توقع سريع اتفاقية السلام توقع مع واحد منتخب قالوا واحد انت جايبه مع واحد منتخب سيبك من كيف وراحوا داخلين تحت شرق خلاص التركيز هنا تحت نشوف بقى طيب بوتين لما دخل الحرب ده كان هدفه بقى بوتين في الصورة التانية كان عنده أربع هدف واحد ان أوكرانيا تبقى دولة محايدة بعدك زي سويسرا تحييد السلاح السلاح يطلع برا ما فيش سلاح واندي يبقى زي سويسرا عنده يدوبك ناس تتشوف الحدود نمرة اتنين ما تنضمش للناتو ولا اي حلف تاني عشان ما تجيبوش على حدود ما تجيبوش على حدود رقم تلاتة ما تبقاش دولة نوعية اربع تعترف بشي بجزيدة الكرب بتاع 2014 بتاع 2014 خلاص ده كلام طب امريكا بقى هي البص اللي بتدير كل حاجة اه طبعا اه امريكا كانت عايزة ايه اول حاجة عايزة روسيا هو التاني قوة عسكرية معادية لها ادخلها حرب طويلة طويلة استنزفها استنزاف استنزاف روسي استنزاف الاقتصاد الروسي خلال حرب دفاعية طويلة واحد يقولك نجحت اه نجحت ازاي ده الروبل بسم الله ما شاء الله كده الروبل احد نقول ايه المؤشرات ولكن مش هو النتيجة ليه النهاردة لو سي بتبيع غاز وحن تشوف بعد شوية الغاز سار وارتفع باعته بالروبل فالروبل فوق لكن تعال بقى نسأل روسيا عملت مدرسة من يوم 24 فبراير لا عملت مستشفى لا عملت طرق جديدة لا عملت مشروعات استثمارية لا لان بيبقى اقتصاد حرب ايوا كل موجه للزخيرة والسلاح اللي انت بتشتريها واحنا عندنا على الخبرة وكان عندهم مشاكل حتى في عملية التعبئة بالضبط مشكلة مأساية اه يعني النهاردة بيجي حد يقولك المدرس في مصر الفصل 60 لاهي مشكلة الرئيس السيسي ولا حتى مبارك انت عدت 7 سنين تحارب لا فتحت مدرسة ولا مستشفى ولا ولا فالنهاردة الكلية دي تكرمات فعشان كده النهاردة روسيا بتعاني من مشاكل اقتصادية وامريكا نجحت وساتعاني طبعا انت عدت بقى لك سنة مفيش حاجة نيجي نخش بقى ايه قبل من التفاصيل زي ما انت قلت في البداية التأثيرات بتاعت الحرب ايه احنا قلنا في الاول انها حرب بين دورتين دور محدودة وتقليدي ولكن تأثيراتها عالمية بالضبط وكاننا حربة عالمية عالمية تلت تأثيرات قدامنا مشكلة الحبوب الامح الامح دورة الامح دورة زيوت اسمد اسمد اربع حاجات اربع حاجات وبعدين المشكلة بتاعت الغاز والطاقة وبعدين اصارها بقى الاقتصادية التدخم واتفاق الاسعب خلاص نيبسك اول حاجة اللي هي ايه الحبوب هلاقي الصورة بتاعت الحبوب بتقولنا ان روسيا رقم واحد واوكرانيا رقم خمسة هم اكتر دول في العالم بتصدر وقدامناهم وهم اللي خمسة وخمسين مليون طن حبوب بيطلع قلت بالك مش قمح بس ده قمح عشان رغيف لايش الدورة عشان الاعلاف للمواشي والدواجن الزيوت وبعدين الاسمدة طب النهاردة دولة مش عايزة مثلا امح وتزرع مفيش اسمدة فالفدان بدل ما يجيب كذا اردب يجيب النص مفيش اسمدة فالنهاردة موضوع الامح والحبوب من نسبة لي اوكرانيا وروسيا قلب العالم كل طب مين بقى اللي بيستورد الامح والحبوب دي هنلاقي الصورة التانية هنلاقي يا حمدي اندونيسيا تركيا مصر الصين دول العشر دول ما فيهمش هنا دولة اوروبية صحيح يعني فرنسا ما بتستوردش امح انجلترا كل ما فيش احنا يعين الدول الغلابة بس معانا الصين اللي شد حلها احنا اللي اتأزينا في موضوع الامح والدرع تمام صحيح فبالتالي حصلت ازم على مستوى العالم خشي بقى على تاني تأثير من الحرب الغاز والطاقة الصورة اللي قدامنا يا حمدي تقول لنا ان روسيا بتطلع خمسين في المية من احتاجات اوروبا للغاز صحيح تخيل بقى بولندا بتاخد اربعين في المية من احتياجها من روسيا فنلند اربع وتسعين المانيا تسعة واربعين يعني خمسين في المية اسبانيا فرنسا اذا الدول دي كلها عايشة على الغاز الروسي اللي هو بينور وبيشغل المصانع والتدفئة كل حاجة فبالتالي حصلت ازمة في الغاز تشتعى على سعر الغاز اه تعالى بقى شوفت صورة تانية هتقولك المنظر دي خطوط الانبيب لان روسيا بتطلع الغاز بيتمشي في الانبيب لحد دول اوروبا منظرة ايه شرايين الحياة لأوروبا طلع منين من روسيا من روسيا الصورة دي بتبلغ انا طبعا ما بجيبش كلام ده من عندي ده انا يدوبك حطت الاسماء بالعربي عشان لكن دي كلها من الانترنت كل الشرايين اللي عايشة عليها اوروبا جاية منين من روسيا منط بقى بصورة بعد تمن شهور يا حمدي نجحت روسيا انها قلنا انها تشرس في كيف اه بس هلاحظة ان احنا نقوم نكلم تلات شهور ولا شهرين تلات شهور ولا ست شهور لا خلاص بقى احنا وصلنا لتمن شهور دي تمن شهور بعد تمن شهور روسيا قدامنا ايه ليه ما يستولق ايه ليه معابل بقى اخذت عشرين في المئة من الاراضي الروسية الاوكرانية عشرين في المئة وزاك انهم دا اقول لك معابلش لا ما انت ايه زي ما انت قلت لان الاعلام الامريكي بيصور انت لا النهاردة قدامنا انا محايد ميش دعوة النهاردة اربع مقاطعات محافظات كرسون دونستي زابورجيا كرسون عشرين في المئة من الاراضي الاوكرانية روسيا احتلتها دي عد نصر اه طبعا النصر يا حمدي احنا بنقيمه كعسكرين ايه حققت الهدف ولا لا امريكا قلت لك في البداية حققت الهدف لانها بتستنزل في روسيا بلا سنة مقطعها النهاردة انت روسيا داخلت الحرب عشان ايه اولا دي ما تخشش الناتو داخلت الناتو لا انك انت بتبقاش دولة نوية لا مش عارف دوت ده نخلت عشرين في المئة من ارضك فاذا حتى الان روسيا ما حقق لكن لحد امتى ده السؤال ده السؤال التالي فبالتالي طبعا وسط الزحمة دي امريكا وحلف الناتو ضربوا روسيا الم جامل اوي راحوا طالبين فنلندا والسويد يخش الناتو الناتو لحد النهاردة 28 دولة فيبقى على حدود روسيا 1300 كيلو فنلندا والسويد وده رقم ضخم 1300 كيلو 1300 كيلو وبعشكوة ترجل الم كبير لروسيا هذا الرقم تحديدا هو الحدود المصرية الليبية بالضبط وشوف دي انفقة انفقة عشان تأمنها تأمنها الحد النهاردة طبعا لسه منضموش ليه لان في دولتين اولا 28 دولة بتاع الناتو لازم يوافقوا بالكامل في دولتين ما وفقوش المجر وتركيا تركيا عندها مشاكل المجر اعلنت انها هتوافق خلاص في نص مارس تركيا كانت مشكلتها ان المعارضين بتاع الاتراك في السويد في السويد وفنلندا وفي السويد بالذات فنلندا قالت تركيا قالت تسلموهم لي فنلندا قالت اوكي السويد البرلمان والمحكمة الدستورية قالت لا دول اللي جاءونا وعشان كده مشكلة لحد النهاردة في موضوع ان السويد تسلم اه مش عايزة تسلم اللي هم اعضاء حزب العامل الكردستاني البي كي كي الى وعبد ابتو عبدالله جون انما اعتقد في الظروف اللي فيها دلوقتي تركيا وان امريكا اتلاها لو ما لو ما وافتيش مش حديقوا صفقة الاف 16 جديدة فاعتقد ممكن 15-3 يوافق بي ذا كان دي ضربة الى روسيا على ذكر تركيا علاقات المصرية التركية الحقيقة بعد الزلزل تحديدا واخد شكل اخر وقبل الزلزال كان فيه مؤشرات ايجابية واعتقد ان حصل سلام بين الرئيسين وحصل اتصالات بين وزيري الخارجية يعني الرجل بتاع ارمانيا راح تركيا واجاب لكم الحاجة بتاعت الزلزال تركيا واليونان انت فاهم حرب حروب كل يقوب بتاع وزير خارجية يونان راح تركيا نيجي بقى للعرب السعودية كانت اتقفلة تماما مع الشامل السوري بدأت تديهم مع العصمة السوري سياد الرئيس اول مكالمة من سياد الرئيس السيسي الى بشار الاسد وبعتنا مركب خل بالك برضو الناس من ناسيا احنا مش كام طيارة كل طيارة 12 طن لا بعتنا مركب شايلة لسوريا فحقيقي برضو الحرب دي زي المقال انها كتابتها في المصر اليوم حققت كتير من التوافق بين دول المنطقة كلها بالذات سواء مع تركيا او مع واضح ان الزلزال بيحل مشاكل كبيرة لا والنهاردة السوادي بتقولك وزير خارجية السعودية في مؤتمر بتاع اول مبارح بتاع المانيا قالك لازم نشوف في الوضع السوري فدي حاجة ايه اسعدين نروح بقى للممر الماء الامن على نقل الحروب الاوكرانية اللي تأشرت اليه في البداية وقلت ان هناك مكالمة زاكية من زلينسكي الى السيد الرئيس عفتح لان طبعا لما الفترة اللي فاتت الروسي والاوكراني اولا شح في السوق فالاسعار غلت خلاص فانت الاسعار غلت ومش لاقي فلما انضغط على روسيا عالميا فرحت عاملة اتفاقية نشوف في الصورة التانية عاملت ممر ما آمن ان تطلع الحبوب من اودسا ويتمشي في البحر اللي سود مضيق البسفور وكانت تركيا هي اللي ايما بالدور ده لانها هي المساطرة على بديئ البسفور والدردانيل بس قالوا ان هذه الاتفاقية تجدد كل تلات شهور فالتلات شهور الاخرين هيخلصوا في نص مارس وبوتين قال الشهر اللي فات من 73 عشان يضغط بقى على الفترة الجهزة ما هنيعرف انا مش هجدد الاتفاقية ده قاله في خطاب السنو لا قبل خطاب السنو ده من 20 اشتاب السنو ده اول برعة فقال انا مش هجدد الاتفاقية ليه بيضغط على العالم بقى ما هضغط هنشوف دلوقتي بقى الشيطة خالص وبوتين قال انا الربيع هخش بقى ايه اكمل على روسيا على اوكرانيا يعني عندنا نقلة في الربيع طب ده كلنا مستنين ده بالو مستنين ايه طيب طب نكمل نأجل حتة حنجلها حنجلها سجلتها قدام ليه دي المشكلة طيب في وسط الزحمة دي بدأت روسيا كل شوية تهدد بالنوا ده على السنة كثيرة اه فطبعا الناس وكاننا توزيع ادوار اه لا مش توزيع ادوار هو طبعا احنا عندنا حاجة في الجيش منسميها الرضع الرضع الايجابي ورضع السلبي يعني ايه الرضع الايجابي يعني ما تحصل حاجة ارد على طول فورا احنا لما عشتين مصري اتدبعوا في ليبيا بالليل كنا ضربين ده اسمي رضع على طول خلاص ده الايجابي السلبي اني تبقى عندك القوة وانا بهدد بيها وده اللي بيعمله بوتين دلوقتي انا عند القوة النووية وانتو عارفين وانتو عارفين وطبعا واشنطن قلقت عشان كده نشوف الصورة التانية بقى هتبقى صورة مزعجة شوية ايه الصورة التانية لاقي اللي بعديها هنلاقي التسع دول اللي عندهم نووي في العالم انا مصميموا النادي النووي النادي النووي روسيا عندها اكبر مخزون نووي في العالم سبعة تلاف رأس نووي امريكا ستتلاف وتمنمية الاتنين دول يسوي خمسة وتسعين فيه مية من زخيرة النووي في العالم لو واحدة من دول انضربت هنضمر العالم كله فعشان كده انا قلت من البداية يا جماعة مش هتتم حرب نووي لا متوت حربية معاشر ما فينا موجود ولن يحدث ولن يحدث طبعا لكن فيه ايه بقى ايوه نبص على النوحة التانية ده لا نقصر النوحة التانية بتقوليني ايه ان فيه اسلحة نوية تكتكية يعني ايه بقى ايه يعني كنبلة 10 كيلو تنزل على بلد عشان بحنا بتكلم في مصر لقدر الله يعني زي اسكندرية تدمرها بالكامل كيف تدمرها بالكامل خلاص فدي نوية تكتكية انما لو انت استخدمت الدولة هيضمر العالم كله مش مش بلد واحدة فعشان كده النوية التكتكية هيستخدم طب انت هيستخدم اه منها يعني امكاني الصدمة القائمة طبعا العالم عمل ايه حمدي احنا برضو بنفكر وعارفين ايام المشكلة السويخ الكوبية امريكا هنا نسيت اجيب الصورة امريكا كده كوبا على حدودها السوفيت حطوا الصواريخ جون كيني دي كاد ان يدمر كوبا من الوقود بالصواريخ المشكلة خلصة 14 يوم السوفيت سحبوا الصواريخ لكن الكونجرس الامريكي قالوا لا هو اي رئيس ييجي يدمر لنا الدنيا فحطوا نظام واستخدام النووي فاصبح ماشي في العالم امتى يستخدم النووي لما يهدد الامن مطاط لا مش مطاط ولا حاجة هو شوف الصورة التانية هنرجع لروسيا واوكرانيا لو اوكرانيا النهاردة ضربت جوه روسيا تاني يوم اعرف انه فيه نووي بكرة الصبح من اللي ما تسألني ودوارت لا ما مشورد لي بقى هنشوف بعد شوية امريكا قدت الهيمارس السواريخ 80 كيلو لاوكرانيا على انك لا تضرب اراضي روسيا اراضي روسيا عمق الروسيا الاسبوع اللي فات شولز الرئيس المستشار الالماني ادهم الدبابات مكتوب عندنا هنا دلوقتي ما تضربش عمق الروسيا لان وحنا مغمضين لو اوكرانيا بكرة تهورت وضربت العمق الروسي الاول انا جايب نووي اعمل بي ايه بلدي تتهدد الكلام ده على مثلا فرنسا لو اضربت امريكا ان النووي التكتيكي لن يستخدم اللي ازا العمق بتاعي اتهدد واضحة لو بعد فينا بكرة شاف ان اوكرانيا اتهبلت في مخها وضربت روسيا اعرف ان بكرة فيه ضرب نووي معروفة فعشان كده النهاردة امريكا اجبت له الهيمارس بعد شوية هديك الهيمارس 80 كيلو عشان تدافع عن نفسك اوعى اتقرب لروسيا واضحة دي اه بس هو بي بحث عن المقاتلات كمان المقاتلات لو خد المقاتلات ما تقربش روسيا خد بالك النهاردة فيه قصص حطاها العالم كله وبالذات الدول النووية انك لا تستخدم النووي التكتيكي الا اذا الامن القومي بتاكي تهدد بمعنى انك انت اتضربت في ارضك صح طيب انا قبل منسيب اللوحة دي في مشكلة بقى صغيرة شو بجزدة القرم روسية ولا اوكرانية طيب اوكرانيا النهاردة ضربت شي بجزدة القرم روسية هم ضربوها السنة اللي فتت الكبري والنهاردة تسلح من اسبوع امريكا قالت لهم قالت لاوكرانيا ممكن تضرب جزدة القرم فبوتين قال لهم خلي بالكم دي شي بجزدة القرم روسية زي ما انت قلت فالنهاردة الحتة دي ما زالت ايه محل يعني او ولا لا انما اللحمر ده لو حد من اوكرانيا قرب له في نوة تكتيك تكتيك خلاص حجان كده واضح ان كمان يعني الحرب على الارض لكن في الاجواء الدبلوماسية والاجواء العالمية في حاجات بتحصل كتير احنا شفنا يعني تجميد النظام المصرفي اخراج روسيا من النظام المصرفي وما الى ذلك السوفت والحاجات دي كلها اه طبعا اه طبعا في حوز وحنا منتكلم عن نوي اخونا بوتن اول امبرح في الخطاب السنوي بتاعه راح مطلع قالك روسيا هتعلق اشتراكها في معادة نيو ستارت بمعانا خش على اللوحة التانية مفضلك اللوحة التانية لا اللي بعديها ايه النيو ستارت بقى قدامنا دي معاهدة اتعاملت بين امريكا وروسيا في 2010 لكن اتطبقت 2011 نشوفنا النادي النووي الرهيب اللي شرتها من شوية قالت ايه المعاهدة عايزين نخفض الرؤوس النووية الهجومية الهجومية 30% والقاليات الاطلاق اللي هي السوريخ والقوازف التكتيكية ب50% بين الاثنين الكبار الاثنين الكبار دول 95% من الاسلاحة النووية عندهم 7000 و 6800 والبقى ده 65 وده بتأخذ الحاجة التانية الحد من الترسانة النووية الى 1550 تخيل وبعدين امريكا وروسيا يعملوا عمليات تفتيش على بعض وعلى الدول التانية خلي بالك اذا هيبقى فيه تفتيش عليهم و18 عمليات تفتيش سنويا ودي كانت ماشى من 2014 و14 2011 جاءت روسيا مبارح وقالت انا حجمد الموضوع طبعا امريكا من دايقة لان الحجم النوو الكبير عند مين عند روسيا وكده انا مش حقدر احس بروسيا راعب فين الفترة الجاية ده ممكن دول تيعملهم مرة ونص الفترة الجاية فالحد النهار اعتقد كانت ارسى جامده برضو من بوتين اتجاه امريكا هل ده ردنا ردنا على المساعدات العسكرية الامريكية او الجسر المساعدات الامريكية والاوروبية او الامريكية عبر اوروبا الى اوكرانيا اه طبعا طبعا احنا في اول لوحة احطناها كانت السنة اللي فاتت اوكرانيا الدولة رقم تام في العالم 25 السنة دي جلوبر في شهر يناير مطلعة اوكرانيا ربعة الدولة كان 15 نت 18 بالمساعدات ده اللي سي هنشوفها دلوقتي خدت مساعدات بالهبل فبالتالي طبعا وروسيا الوحدها هنشوف بعد كده الورسيا بتدور على تجيب منين ومنين ومنين فالنهار ده اوكرانيا بتديها 28 دولة من بتوع الناتو طيب روسيا بقى استراتيجيتها ايه في الفترة دي او في السنة دي في السنة دي لأ انا وانا في الفترة الاولية كان لها اربع مطالب دلوقتي بعد ما خدت العشرين في المئة من الارض بدأت اول حاجة انها عايزة اوكرانيا تنفذ المطالب الاولية بتاعتها من الشهر التاسع روسيا بدأت دخلنا على الشتاء قالت لك انا عايزة احط اوضب الدفاعات بتاعتي واشن عشان درستين تكتير وشوفنا انسحابات من امناطق عشان اوضب نفسي طب انا الغرب قالك من خير سول ده رجع وراء لا ده هم مشوطار نهر الدينيبرو موجود قواتهم الناحية التانية من الناحية سحابوا من ناحية دي عشان نبقى النهر ده ايه ما نعماء اذا كانت سويس فده لعبة تكتيك لكن زي ما انت قلت من شوه قلت كلمة كويسة جدا بيعودوا يصنفوا الاعمال لصالح رفع الروح المعنوية انما روسيا في الفترة دي بتاعت الشتاء واتضبط الدفاعات بتاعتها بس اننا لاحظت ان زلينيسكي لم يقعد يطلب الجلوس مع بوتين هو بص كان في فترة من الفترات انت ما في الاول لكن دلات انت انت اردك متاخد من 20% هتقعد وانت ضعيف اللي بيقعد على ترابيط المفاوضات دايما قوته من وجوده على الارض يا حمد وبالتالي صعب يقعد صعب يقعد انما لو خد امر حيقعد طبعا الحاجة التانية روسيا في الشتاء بدأت ايه تكسر البنية الاساسية المدنية فين مزبوط في اوكرانيا محطات الكهرباء محطات الكهرباء بص على اللوحة التانية يوم 6-12 اللي قالوا واحد التانية مفضلك 6-12 يعني الشعر في ديسمبر ده ايه ده في قائد كريسمس السلزينك يقولك انا عندي 9 مليون ما هتدومش كهرباء خالص البلد كلها مضلمة ولما الكهرباء بتتضرب بتتضرب جنبيها ايه المية المية ما بتشتغلش بالكهرباء وتعالى شوف في كيف العاصمة نزلة فيها التلب اذا كانت ضربة قوية في هذه الفترة اللوحة التانية تقولك كل ده من الانترنت المصدر بلومبرج لأ اللوحة التانية من فضلك بلومبرج اللي هي طبعا اللي بتحط لنا كل التعريفات الاقتصادية في العالم الاقتصاد الاوكراني خسر ايه في الحرب دي في المساكن 54 مليار المواصلات 35 مليار اللي هي بقى هما ضربوا بقى الكباري والطرق والمحطات المترو والسكة الحديد الصناعة التعليم الطاقة وزرعة البهدرة اوكرانيا في هذه الحرب النهاردة بنسمع كلنا بخمت 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 دي عن تشوفها في الصورة عبارة عن منطقة مدينة هما النهاردة وصلوا لحد الوقتي على 3 كيلو من حدود بخمت ممكن على بكرة تسقط ممكن طوال شهر ما تسقطش ده قتال مدن عنا قلنا عليها واللي بيحارب هنا مين بقى فاجنر هنا بقى دخول فاجنر يبدو أن عمل إزعاج شديد للأرب اه طبعا ليه ايه فاجنر دي الناس بيسمع فاجنر فاجنر دي حمدي هي مجموعة مجموعة خاصة مش من الجيش الروسي المفروض في التعريفة مرتزقة بالانجليز فاجنر دي بتحارب النهاردة هنا وبتحارب في ليبيا وبتحارب في الشمال أو الشرق أو الغرب يعني دي مجموعات قتالية محترفة محترفة شغلتها شغلتها اللي بتاع طبعا امريكا بتشن عليها وتقولك دول خدوا الناس اللي في السجون اللي محكومة عليهم بالإعدام وقال لهم تعالوا حاربوا معنا إذا حاربتوا سنة من غير ما تموتوا فانتوا برقا طب الأمريكان عملوا برضه وانت فاكر ديرتي دازن الفيلم الشهير بتاعهم دول كانوا فيه كبري معين قالوا حارب العبادة تانية خدوا 12 واحد ما تكونوا من العدام قالوا مروحوا ودمروا الكبري لا يتدمرتوا ده فيلم والحقيقة طلعا فالمهم إن المجموعة دي فاجنر مجموعة مقاتلة محترفة وبعدين إيه بقى بتنفع في القتال في المدن ده شغلها خش بقى كده ما بين الشوارع هل فيها عناصر عربية يا مجموعات عربية لأنه كان فيه كلام كتير عن نقل مقاتلين من شمال سوريا من شمال سوريا والشيشان ومن هنا بص بدم حاجة يعني ده بيشنع وده بيشنع إنما جايز ليه لأ ما هو أنت النهاردة فيه شمال سوريا الناس كتير جدا ما همش فلوس بيروح حربه هنا وهنا وهنا إنه ده فيه عشرين ألف مقاتل في ليبيا وفيه شيشان وفيه شيشان فطبعا لكن هي المجموعة عاملة شغل الكواس قوي قوي على مستوى حرب المدن مستوى حرب المدن وحرب العصابات والشوارع لأن الجيش الست دبابات من توقفها ما دخلوش لكن عشان كده فضنر اشتغل في في بخمت وغالبا يمكن تسقط الاسبوع هل ده معناه ببساطة إن الجيش الروسي بدأ يستخدم تكتيكات جديدة في سياق إنه داخل على المدن برافو عليك برافو عليك وإحنا كان عندنا من اسبوع كده أحد المراكز الاستراتيجية الغربية مراكز دعب الجيش يعني كنا بنتناقش مع بعض يعني بنتكلم وان بقى بيحج ويتناقش وإحنا وإحنا عندنا خبرة كويسة على فكرة على حمد يعني شطاه يعني لأ وكمان انت كمان يعني خبرتك الشرقية كبيرة يعني والغربية ما ندرست هنا وهنا فقد قد تقارن يعني من أحد عيوب القوات الروسية في هذه الحرب أن القوات الخاصة تحتى كانت ضعيفة أيها يعني العيب الأولين إنها ما اشتغلوش المسيرات وما تطوروهاش التانية القوات الخاصة التالتة المزلات أنا فجئت ما شفناش ولا عملية إبرار خلف القطوط وينزلها وتبدأ تحصل لعدو ما سمعناش فديك إن مهم يعني فالقوات فاجنر بيعوضوا نقص كبير في القوات الخاصة في القوات الخاصة نخلش المرة التانية بقى من شوية قلتلي بقى فعني يعني الدعم العسكري ليه أي ولا إن يعني أي حد مواطن في الشارع بقى لك روسيا بتحارب أمريكا دا حي لا مش أمريكا بس دا الباقي كله لا يا ناس طبعا فعني شوف أول حاجة أمريكا دت إيه روسيا بص على النحية أمريكا قد دت إيه لأوكرانيا لأوكرانيا على النحية المين أول استينجر والجافلين ودي تاتة كيلو خمسة كيلو ضد طائرات والدبابات فكانت معركة دفاعية أسلحة دفاعية عشان العمليات طول خلي بالك برضو هو دا الهدف الاستراتيج بالضبط وراحت مدعهم الهيماس 80 كيلو بس أمريكا هيت له إيه وعتدرب عمق روسيا الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين تغير موقف جديد في الحرب وهو إمداد أوكرانيا بالدبابات بالدبابات معناها أنت بديتك سلاح حجومي فهمني فراحت أمريكا اديته M1 A1 برامس ودي أحد أحدث دبابة في العالم بيسميها مين باتل تانك دبابة قتال رئيسية وبالزحمة كده نقول المصريين هنا 95% من دباباتنا في القوات المصالحة المصرية ال M1 A1 والباقي ال M60 أمريكاني إحنا خلاص الروس ما عدناش من نستخدم دبابات روسي اللي حاربنا فيها في 73 كل دباباتنا الحمد لله النهاردة أمريكاني الحمد لله طبعا الجيش المصري أصبح ولكن ولكن إيه بقى بص يا حمد إداله دبابة البرامس A1 إدالهم كم دبابة أمريكا ديتهم كم دبابة 1-2 دبابة تعمل إيه بالعدد آه 1-2 دبابة هي أوكرانيا لمت في الليمة دي كلها 150 دبابة يعملوا إيه لكن قدام الناس الناس من دي مش فاهمة سوري بقى بيطلع الناس تتكلم تقولك وتم تدعيم بتاعدها بالدبابات أيوه سلاح أجومي اللي عادت قد إيه خشوا على اللوحة التانية ألمانيا في البداية كانت متحفزة جدا لدرجة عادنا نضحك أول ما الحرب قامت راحت مدية أوكرانيا 6,000 خوزة حد يصدق إيه 6,000 خوزة تعمل إيه هم كانوا خايفين ولكن شولزي تشجع في النهاية وراح النهاردة بيرلين تؤكد كيف لن تستخدم الأسلحة الغربية لمهاجمة الأراضي السورية ده يوم الحج 5 فبراير خمسة فبراير اللي فات اللي سيادتك قلت علي اللي أنا قلنا عليه يعني اللي أنت لا تخمش وجه الدب الدب الله ينقل اصطلحك رائع من بعيد من بعيد إنما قرب له ما تقولوش هناك حامرة بس حاجز بقيت الدعم العسكري في اللوحة التانية حتلاقي ألمانيا قديتهم اليوفرد اللي قلنا عليها فرنسا قديتهم الام ايكس دبابة دي دبابة تصطلحها خفيفة مايش مين باتل تانك اللي أنا عايز أقوله يا حمدي بيتقال قدام الناس وحيدهم دبابات لكن الدبابة دي دبابة تصطلح هو مش كل الناس عندها الخبرة العسكرية عشان كده عشان كده اللي ساعات بيطلع يتكلم يا حمدي ما عندهش الخبرة العسكرية فبيطلع يقول ودهم دبابات لأي يا حمدي دبابة ايه اماكس دي دبابة تصطلح يعني احنا هنا لما بنتكلم مثلا ان احنا هنجيب مثلا غواصات من الألمان احنا بنقول والله ده بيدعموا الجيش لكن اللي فاهمين عارفين ليه ان دي احدث انه غواصات في العالم وليه وحتشتغل في العمق بتاعنا ليه وحتروح المدى اللي احنا عايزين بالزبط كده مش موضوع غواصة وخلاص اه يعني ما جينا نتكلم عن الرافال الناس تقولك ما احنا يعني ما هو الاف 16 لا احنا جايبين الرافال ليه لان ما فيش معدة الا بهدف لا بهدف وتبقى لاحتياطيات الاجل من امن القوم التاع بالزبط الرافال هتوصل حتة ما توصلهاش اه لف 16 اه لما قلنا سرت الجفرة سرت الجفرة بس خط احب مصبوط فضل اي الحرب دي يا حمدي عملت مشكلة في اوروبا ام مش راحة بالراحة مش اي دولة في العالم في عندها الجيش العامل القوات العامل ام خلاص هنقول اي رقم عشان بس معدش هنقول امريكا مثلا عندها الف كتيب الدبابات خلاص دايما القوات العاملة لازم يكون نصاح احتياطي يبقى لازم امريكا عندها الف كتيب الدبابات يبقى لازم عندها 500 كتيبة احتياطي يعني احتياطي يعني الدبابات في المخازن وساعة الحرب اجيب العساكر دول ادخلهم يركبوا الدبابات دي واضح اما انا النهاردة عايزة اروح اشتري سلاح لأ نشيل اللوحة دي خلاص ما عادش الالهازم لما انا النهاردة عايزة اروح اشتري سلاح يا حمدي ما فيش سلاح بنسميه على الرف ما فيش سوبر ماركت بيبيع سلاح ما فيش في الغاطس في الغاطس انت بتروح تتفق مع المصنع تقول له انا عايزة اشتري مثلا 100 دبابة اقولك حاضر هتاخدهم كمان سنة ونص سنتين عشان حيصنى تاني ما فيش سلاح بتباع اون شيل او على الرف او في سوبر ماركت فلما امريكا وحلف الناتو الاسرابي طلعوا الاوكرانيا سلاح طلعوا من مخازن احتياط استراتيجي بتاع الدولة معناه معناه انك انت الامن القاومي بتاع الناس دي كلها بدأت اتأثر فالنهاردة بقت في مشكلة والنهاردة الحزب الجمهوري بعد شوية بيحاسب جو بايدن انت طلعت الكلام ده من المخازن الاستراتيجي بتاعتك نشوف الصورة الجاية بتقول ايه على فكرة كل ده في الانترنت جايب مألف قالك بسبب اوكرانيا نقص كبير في مخزون السلاح الامريكي في مخازن امريكا ما انتخذت منها سلاحه وديتهم مين لاوكرانيا النهاردة 8500 وحدة سواريخ جافل ده مخزون سبع سنوات اديتهم لمين لاوكرانيا اكبر كمية من مخزون مدفعية الهاوزر نقص باكثر من مليون طلقة 155 ملي المدفعية الهربون الستينجر كل ده انتخذتوا منين يا حمدي مخازن مخازن من الاحتياطي العسكري الامريكا الامريكا امريكا هتعمل دلوقتي تروح تتفق مع المصانع والرادولي دول الفترة اللي جاية والتاني كمان شغلس شغلس يعني بس ما تسيبش دي النهاردة فيه خلاص نطلع اللوحة دي النهاردة فيه معرض سلاح في دبي فانبارح بكلم انا هستنى فيك عندنا معرض كان هايل فما رحتش تنادي بقى فبكلم الاخوان اللي راح ورئيس الاركان هناك راح ظهر وتفكر فالاخوان اللي راح بقولهم ايه الاخبار المعرض فيه ايه هدولي عندنا مشكلتين في المعرض ما عموش حصل ايه المشكلة المشكلة الاولى ان الرادارات في العالم كله جميع ما صنع الرادارات وقفت بيا قالك استنوا سنة لان احنا بنتطور الرادارات عشان الطيرات المسيارة خلي بالا طب ايه المشكلة التانية قالك ان جميع العقود اللي الناس جاية تعملها مع ما صنع السلاح هتتأخر سنة لسنة ونص يعني ايه انت النهار دراح تشري الدبابات فالمفروض تقعد سنة ونص هيأجلوها ساعة سنة اذا انت ممكن تاخد تاخدها من سنتين ونص لتلاتة لانه مشغولين بايه بيعوضوا السلاح اللي امريكا اديتوا من والماكنة شغالة لسه والماكنة شغالة فبالتالي النهاردة العالم كله هيبقى عنده نقص في السلاح وضحت يعني لما تقولهم نقص في القمح يفهموها لكن لما تقولهم نقص في السلاح ده جدا جديد اللوحة التانية الامين العام بتحلف شمال اطلانتي قالك قالك حاجة جميلة جدا اوكرانيا بتستخدم زخائر اكثر مما ينتج في حين كل اطلانتي طبعا دي عادة بتحارب على شوف الجابة قد ايه فبتستخدم زخائر منين ده الاستنزاف العكسي ده الاستنزاف العكسي سؤال بقى اللي الناس كلها مع عادة مستنى عادين بنرغي ساعة اه 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 الحرب راح فيه اده كانوا بيقولوا على بداية السنة واعيد الميلاد من كله تمام وبرضه قبل كده قالوا موعد يوم النصر في روسيا يعني كل دي موعد مضروبة سلافا اللي حصل بوتين انت راجل كنت محرر عسكري بقى لك عشرين سنة معنا عمرك شفت ان في المجلس الامن القومي المصري يجتمع ويعلن لا تقولوا على هوا على هوا المرة دي اخونا بوتين اسبوع اللي فات راح عمل مؤتمر على الهوا للمجلس الامن القومي الروسي ليه احنا فترة الشتة دلوقتي قال لهم على الربيع القادم انا مش هستنع انا ههجم على اوكراني هكتاح هكتاح اوكراني طيب لا استناني بس قدرته على ده ايه قدرته انه قاعد الفترة غدا تتشره بتوع الصيف اول حاجة الشتة نظم في الشتة اسم نظم الدفاعات واحنا عارفين يعني ايه نظم الدفاعات لان احنا ده اسلوبنا مزبوط لبنا عمان تخندق اول وخندق تاني وخندق تالت وما هنا على الغام على طريقة الوقفة التعبير الوقفة التعبير الله ينقل عليك امن نفسه تماما لو عايز تيجي تهاجم كده نطلع بقى اطلع بقى ايه ازا انا عملت عملت هنا منصات انطلاق برافو عليك برافو عليك اللي هو زي ما يقول فتح الجسور ورؤوس الجسور وفتح المعابر كل ده يبتلسة فاكره كويس جميل تعالى امريكا بقى البيك بوس اللي بيمشي العملية دي امريكا في مشكلة حصلت لها الفترة اللي فاتت حتأثر على اللي جاي ايه اللي حصل امريكا الرئيس بيقعد ناك 4 سنين نزبط بعد سنتين تبقى نص المدة بيعمل انتخابات اسمها انتخابات النصفية لان ايه نص مدة الرئيس لحد السنة اللي فاتت كان اخونا جو بايدن من حزب الديمقراطي والاغرابية في الكونجرس حزب ايه ديمقراطي نزبط يمضي القرار بيتنفس بيتنفس دلوقتي بقى عامل الانتخابات اللي حصلت اللي فاتت دي غيرت الخطة براحوا بقى الاغرابية في الكونجرس لحزب الجمهوري بتاع ترامب الحتة دي بيسموها في امريكا ايه البط العرجاء المرحلة دي لا والاهم كمان ان انت بلوسي تخرج ويجي مكارسي اه ما هي قدامك هاي قوليتكو اللي هي اهم مجلة سياسية في امريكا قالك نحن الان في مرحلة اللي مدك البط العرجاء وشايف الكونجرس وراسيم لك فوقها بطة ورجلها الشمال حطها طرف صناعي ليه البط العرجاء وبعدين ايه زي ما انت قلت مكارسي قالك انا حاسب جو بايدن البط العرجاء ان الرئيس الامريكي لن يستطيع ان يتخذ قرار في الفترة القادمة قرارات الكبيرة طبعا اه اذا الحنفية اللي كانت مفتوحة الاوكرانيا هتوقف خاصة العزب الجمهوري بتاع ترامب قالك انا لو كنت موجود ما كانش الحرب دي قامت انتو كل ما بتدوا اوكرانيا سلاح ان الحرب بالطول فالنهار دا في اختلاف الايه هسأسأل سيادتك سؤال في الاستراتيجية هل الحرب دي بقدر ما يستنزاف لروسيا يستنزاف للاقصاد الامريكي امريكا اقتصاده قوي قوي ويشيل هو ايه اللي نجح الحرب العالمية التانية لما امريكا دقت الحصر باقتصادها بقويتها دجحت الحاجة التانية اللي هتأثر بقى الفترة اللي جاية الانتخابات الامريكية بدأت بدري ده لسه سنتين هنلاقي الصورة اللي جاية ترامب قالك انه داخل الانتخابات جو بايدن داخل الانتخابات ده معناقي ان جو بايدن في فترة جاي اي قرار هيتحيسب عليه طبع ترامب في فترتو كان جاب اعلى معرض الاقتصاد في تاريخ امريكا في العشرين سنة كان عامل سكور كان عامل سكور اه 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 الكورونا جاية ضيعته فالنهار ده طبعا هتيبقى مشكلة للفترة اللي جاية يعني اذا لو سألتك هل تطوح الحرب الاوكرانية بايدن هيبقى حريص شو بقولك ايه في اي قرار لكنكو سا سقط على سلم الطائرة انا امر كبير لا اصد دي جرى تحليلها سياسية طبعا 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 يعني اللي التاني سقطة هو النهار عن 80 سنة ابنه من سنتين مات بالكانسر عشان كده ممكن في ايه لحظة حصله حاجة مين هيمسك هتبقى كاملة اه كاملة ده ده كل يوم امريكا دي اصلاها بلد غريبة يعني طب نبص بسرعة عشان من الوقت ما يضع جاء اخونا جو بايدنون راح طالع في النوع اللي جاية راح طالع زيارة لكيف فالاسبوع اللي فتح حشان فتح حاجات كده شارية سريعة شارية غريبة جاية غريبة راح لكيف وراحة ازاي يا حمدي راحة بالقطر راح لبولندا بالطيارة لانه خاف يركب طيارة فوق اوكرانيا اوكرانيا متسيطر عليه بس الحاجة الجميلة اللي تريح الناس حصل ايه يا حمدي بقى ان في الزيارة دي الخط الساخن ما بين البيت الابيض والكريم اللي نشتغل طبعا قالوا لهم يا جماعة جو بايدن عنده هيتطلع بكرة هناك ما تضربوش مثلا جيب هو موجود اعتقد الدولة الكبرى بتتعامل بتتعامل يعني مثلا لو حدث اي خطأ نوي بيتواصلوا مع بعض بيتواصلوا مع بعض عشان كده الخط الساخن ده مهم ساعته لك ودف غواصة غلط وراح دايس على صاروخ نوع طلع فالخط الساخن إلعق لو الله مش قصدين ده الواج كذا يعني بيتلم طلع طبعا اخونا جو بايدن من هناك راح بولندا الصورة اللي جاية وطبعا قال احنا مستمرين في الحرب في نفس ده اترى تتعامل فاتو كان فيهم حاجات كترة جدا في نفس اليوم طبعا بوتين راح اتكلم في الخطاب السنوي وقال لك احنا مستمرين وروسيا لن تهزم لا والاهم كمان ان امن روسيا مرتبط بالنصر يعني اذا روسيا زائد النصر مفيش حل مفيش حل اه تمام اه جات بقى العالم بقولنا بيتغير اخونا بلينكين وزير الخارجية الامريكي حذر الصين لان روسيا النهاردة زي ما انت قلت من شوية بتحرم لوحدات دول دي كلها فالنهاردة روسيا بدأت تتاجه للصين وايضا تاخد المسايرات الايرانية والمسايرات الايرانية فعشان كده النهاردة الصين بقى تبنيش بالهم مشكلة نبص بسرعة اللوحة التانية الجديدة هنلاقي بنقول ان البعبع الرئيسي لامريكا من النهاردة الصين اه شوف النهاردة 14 وامريكا عشين الباقي اربعة ده الصين الثانية الصين تاني دولة اكبر دولة في العالم في القوة البحرية فجئنا انا اهو مرة اعرفت كلام اهي بالتفاهم من جلوبر فاير باور في شهر يناير اقوى قوة بحرية في العالم ايو لان احنا قلنا دايما ان كل قوة باستهداف استراتيجي هي عندها بحر الصين وعندها تحرميات في بحر الصين الله ينور عليك فالنهاردة كانت مفاجأة لنا طبعا الصورة التانية الصين باول مرة بمن بعد حرب 67 والعالم لغى حاملات طائرات الصين هتبني استنادي بتبني اكبر حاملة طائرات الحاجة التانية لقينا الرئيس الايراني راح الصيني الاسبوع اللي فات بقولك الدنيا الدنيا بتصغير يا حمدي صحيح اتفاهم وبعدين الرئيس الصيني هيروح روسكو الاسبوع اللي جاي اذا احنا نقول كده ببساطة ان هناك تغير سيحدث لن يصبح العالم احايد القطبين هل تقصد ان في محور يتشكل ما بين روسيا والصين بلاس ايران والدول اخرى وبتاع ده كوريا الشمالية اربع دول النهاردة تحالف يعني مسلس مسلس الشر القديم انتهى ده بقى مربع جديد خالص النهاردة اهو انت شايف رئيس الصيني راح فين رايح بكرة الاسبوع جاي روسيا ايران امبارح كانت في الصين طبعا المجتمع الحرب دي بدأت تغير التفكيل شكل الخريطة العالمية كلها اخر اخر حاجة قبل ما نخلص بقى من الناس للناس طبعا متضايقة وعبنا غمناها النهاردة الصين بكرة الصبح اللي هو يوم 24 مرور السنة هتطرح معاهدة اتفاقية سلام الصين الصين والنهاردة امريكا قالت احنا جايزين نسمع ونعرف تتصلها ايه فان شاء الله لو المعاقع او المخترح ده تم روسيا مش حايزة تحارب اه اوكرانيا تبهدلت امريكا عندها بلوية زي ما قلت لك وعندها انتخابات تقصد ان تسريع هذه المعاهدة قبل الرابع القدر ده طبعا لان بقولك اذا الربيع القادم دخل ولم تتم بحساد سلام فروسيا هتكتح هذا هو التوقع الاستراتيجي من الدكتور سامير فرج استزدنا في هذا الموضوع وموضوعات اخرى كثيرة والحقيقة يعني انا فهمت منه كتير جدا جدا من خفاية تلك الحرب المحدودة الاقلامية زي تتأثير العالمي كل الشكر لك شكرا واشكركم واترككم في رعاية الله وامنة وتصبحوا على الحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة